أعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في تسع مواد دراسية في كتاب واحد وهي التاريخ، الجغرافية، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في عشر مواد دراسية في كتاب واحد وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم الثاني تمانياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي طالبات وطالبات السنوار العامة أهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 35 مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء مساء الخير على كل المدرسي الجيولوجي على مستوى الجمهورية اللي هيتابقونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال النهاردة في الحلقة بتاعتنا يعتبر عمينا حلقة مراجعة على الباب الأول والتاني بالنسبة لمادية الجيولوجيا للسنوار العامة وهيكون في ضيافتنا الأستاذ محمد إسماعين أهلاً أستاذ أحمد مساء الخير حير إن شاء الله بالتوفيق وتبع حلقة جميلة إن شاء الله وعن أتمت فيها إن شاء الله نحن نحل من كتاب مدرس على الهوى أعمل أسئلة والنقاط الأساسية في الجزء الأول إن شاء الله جميل وهيكون معنا أحد كوادر مدية الجيولوجيا أيضاً مستر إهاب جابر مساء الخير مساء الخير أهلاً برحباً الحمد لله منور الدنيا حبيب طيب قبل ما نبدأ المادة بتاعتنا زي ما احنا عارفين إن أساساتنا لفضل المجمعين كم من الأسئلة من كتاب مدرس على الهوى وكل الأسئلة دي تركي قائمة على أعمال الفكر ومشي بتدريج من السهولة للصعوبة بالتدريج هنبدأ كده مع بعض الصفحة رقم واحد مع مستر محمد إسماعيل في ريت المخرج بتاعنا يجب لنا الصفحة رقم واحد بالفضل لمستر محمد هنبص كده مع بعض في السؤال الأول في الصفحة الأولى بقول في تتابع سخري بيحتوى على صخور جيرية أسفلها صخور جيريتية يكون عدم توفق طبعاً نرجع بسرعة صخور جيرية دي صخور رسوبية أصلاً أسفلها صخور جيريتية عن صخور نارية يبقى فيه صخور رسوبية حديثة وصخور جيريتية قديمة يبقى أكيد هيكون عدم توفق زاوي تمام كده عدم توفق متباين عدم توفق متباين لوجود نوعين من صخور مختلفين النقطة التانية تتابع سخري بيحتوى على صخور جيرية يبقى أرضه صخور رسوبية أسفلها صخور رملية يبقى أرضه صخور رسوبية يبقى فيه نوعين من صخور رسوبية يبقى يكون عدم توافق انقطاعي النقطة الثالثة بناء العاصمة الإدارية احنا قلنا اي مشروعات هندسية هتقضع للجيولوجيا الهندسية يبقى يكون اللي جاي معنا جيولوجيا هندسية شوف الورقة رقم اثنين مع مستر إهاء يمكن تحديد العلاقة الزمنية بين الصخور عن طريق الطياط هو طبيعي انا عايز افهم الجزئية دي طبيعي ان الصخور الرسوبية بتمقى طبعات فوق بعضها فلو لقيت الصخور الرسوبية في واضع مائل او واضع شبها عمودي الطاية هي اللي بتقدر تقولي وده هناخده من الاسئلة اللي بعد كده ان شاء الله لا تتواجد الطياط منفردة لانها توجد في صورة عبض الطياط متصلة نادرا اما نلاقي في طاية منفردة بس دي حاجة نادرة الغالب بتمقى طياط متصلة لا تستمر الطياط على هيئة نظم انا عايز افهم الجزئية دي انا دلوقتي عندي الطاية عبارة عن طبقات سببها هي قوة ضغط هل قوة ضغط دي جات في وقت ما واشتغلت ولا مستمرة مستمرة عشان كده الطياط لا تستمر على هيئة نظم سابتة لانها تعاني من تكرار الطي الجزئية التانية مع السيد محمد شوف السؤال رقم سبعة بيقول توصف الطياط على اختلاف انواحها بعناصر تركيبية عددها اكيد عناصر الطاية الاساسية تلاتة هيكون المستوى المحوري والمحور وجناحي الطاية سواء كانت طاية محدبة او طاية مكعرة فسنوط رقم تمانية بتقول تحتوي الفوالق عناصر تركيبية عادها برضو عناصر الفوالق تلاتة اللي هو حائط علوي وحائط سفلي ومستوى الفوالق وهنا بنحدد نوع الفوالق على حسب حركة كتل الصخور على جانبي مستوى الفوالق نقطة رقم تسعة بقول فوالق يجعل الطبقات الاقدم فوق الاحدث بيجعل الاقدم فوق الاحدث اكيد طاية الفوالق المعكوس عشان بيحرك صخور الحائط العلوي الى اعلى فبالتالي بيعلي من مستوى الصخور القديمة اعلى من الصخور الحديثة وده فوالق بينتج عن قوة الضغط شوف مع بعض نقطة رقم عشرة مع السيد زهاب الفوالق الدسر عندما يكون ميلو يكون فوالق معكوس ما احنا كلنا عارفين من الفوالق المعكوس لما ميلو بيقل او قريب من القفق بيبقى دسر او زعفي يبقى الدسر لما ميلو يزيد يرجع لاصله تاني اللي هو الفوالق المعكوس الطياط تقسم لمحدبة ومكعرة حسب المظر بتنكشف عليه في الحقل نوع وطبيعت القوة العناصر بتتخذها الطياط يبقى جميع مصط للطاية الوحيدة اكثر من محور لانها تحتوي على اكثر من طبقة يعني لو انا عندي طاية فيها عشر طبقات يبقى الطاية دي فيها عشر محاور الطاية فيها خمستاشر طبقة يبقى الطاية دي فيها ايه؟ مستوى محوري واحد المستوى المحوري عدد واحد اما الطبقات بتسوي عدد المحاور ما ننساش الجزئية دي لأنها هتجنى إن شاء الله قبل ما نتنقل للسؤال التالي ده بمناسبة اللي احنا بنحل أسئلة على موضوع طيات فيه سؤال جالي من أحد الطلبة مستر محمد بيقول لي ما أهمية دراسة الطيات احنا عارفون أن الطيات أحد التركيب الثانوية اجتنشأ بفعل القوة الداخلية المبعثة من بطن الأرض وأن الطيات معين أساسيين طيات محدبة وطيات مقعرة فالطيات بتعد مكامل ومصائد للبترول الغذي الطبيعي والمعادل المياه الجوفية كما نهتدل على وجود أحداث جيولوجية كما نهتدل على عمر الصخور أو عمر الطبقات برضو عايزين ننبع الطيات زي ما قلنا من شوية أن عناصرها ثلاث عناصر مستوى محوري وده لازم يسمى النصفين المتمثلين تماما في جميع أجزاء ثم محور ويكون عادل محاولة حسب عادل طبقات زي ما ستهاب جاير وطبح لعندي عشرين طبقات يبع عندي عشرين محور عندي خمسين طبقات يبع عندي خمسين محور أما الثابت عندي هو محاكتين هو المستوى المحوري وجنحي الطيات الطيات قلنا ما توجد مفردة في الطبيعة لكن بتوجد في شكل مجموعات متصلة الطيات قلنا ما توجد منفرد أيضا توجد مع مجموعة من التركيب الجيل الأخرى كالفواصل الطيات والفواصل بيشتركوا انهم الاثنين مكامل ومصائد بترور الغذي الطبيعي والمعادل المياه الجوفية ويلا نشوف مع بعض السؤال رقم 13 اهو نفس الفكرة بولطية تتكون من 22 طبقة تلقائيا على طول يبقى عندها 22 محور يبقى 22 طبقة يبقى 22 محور طب غيرناها خلناها 10 طبقات يبقى 10 محاور 5 طبقات يبقى 5 محاور بولتة انحاني طبقتها لاعلى واقدم الطبقات في المركز مدام انحانيه الاعلى يبقى طية محدبة انحانيه الاسفل يبقى طية مكعرة يبقى ثابت نفسك على كده المحدبة تنحاني لاعلى والاقدم في المركز والاقدم على الجانبيين والمكعرة تنحاني لاسفل والاقدم على الجانبين النقطة رقم 15 بتنحاني طبقتها لاسفل خلاص احنا جاوبنا عليها في النقطة الى الفاتر وهتكون الطية المكعرة س figured strong هيجاوب عن النقطة رقم 16 المستوى المحوري يجب ان يكون شامل بمعنى ان المستوى المحوري بيقطع جميع الطبقات فبيشملها ده القصد من السؤال المستوى المحوري شامل تراكيب جيولوجية تعقد أشكالها الكسور والتشاككات لسه مستر محمد أيلها من الخصائص بتاعتها لأن الطيات بيعقد أشكالها كسور والتشاككات مش بلاقي الطيات وحدها كده لا أكيد فيها كسر أو حاجة بيخلي شكلها يتغير تتكون التراكيب الأولي السؤال رقم 18 ممكن يشيل التراكيب الأولية التشاككات التنية الأمثلة بتاعتها علامات الجميع التدرج الطبق التطبق المتقاطع أو حتى ممكن يقولي الكسبان الرملية بسبب عوامل خارجية أو بإيه ومناخ فضل اسمها النقطة رقم 19 بقول تعد الطيات من أهم التراكيب تمام السنوية طيات فوالك فواصل تراكيب سنوية بفعل كوة داخلية منبعثة من باطن الأرض زي مستهد جابر برضو قال أن التراكيب الجوجية الأولية تنشأ بفعل العامل بها الخارجية زي رياح والجفاف والطيات المائية وكان لها أربع عمسل أساسية علامات النيم والشاكستنية والضرب الطبقي والطبق المتقطع النقطة رقم 20 تظهر الطيات بوضوح في السخور أكيد الرسوبية السخور الرسوبية بتبعها شكل طبقات وهي طبعا أكيد بتنحني طبقاتها الأعلى أو الأسفل النقطة رقم 21 تكون الطيات أقل وضوحا في السخور النارية السخور النارية تطابع متغير حسب القوة التاكتونية المنبعثة من بطن الأرض وهي ذا الطابع تاكتوني بالفعل شايفين إحنا معظم الأسئلة متدرجة مع الطيات وهنشوف برضو مع جموعة أسئلة بتعالج منطقة الفوالك وتراكيب قطاع في الكرة الأرضية مع النقطة رقم 22 وسوزها بجابر سخور الأرض تتعرض دائما أو من وقت الأخر لقوة خارجية وداخلية تجعلها تتخذ أشكال أو تراكيب تعرف بالتراكيب الجيولوجي تتكون علامات النار للسائلين من شوية إن أي تركيب أولي حط بعد علامات النار تضارج الطابع تطبق المتقادعة تشبقات تنية بسبب عامل بيئية ومناخية تنشأ الطاية المتدجعة ما عندي ناشي الطاية المتدجعة عن طاية محدبة وطاية مقعرة هنفترض ألي أي نوع تاني من الطيات أي طاية بتنشأ لنفس القوة لها قوة ده مهما غير اسمها من إلاشهم الجزئية دي خالص النقطة رقم 25 النقطة فيها معالجة من باب الخامس بقول مياه البحار والمحيطات في بداية نشأتها جميع المياه نشأت من مياه أمطار ومياه الأمطار أصلها مياه عزبة وده في باب الأول في نشط الغلاف المائي وبرضه هنشوفها إن شاء الله في باب الخامس مع الأنهار كل من مياه لي من التركيب الأولية ما عدا احنا قلنا ما عدا الفوالق والفواصل والطياط وجميع ما ذلك تركيب أولية بفعل العوامل الخارجية العلم الذي يتناول كل ما له علاقة بالأرض من غير ما نكمل كل ما له علاقة بالأرض يبع علم الجيولوجيا وبرضه أنا شايف مستر أحمد بيقول لي فيه سؤال جايله على الهوى ونتمنى أن نكون إن شاء الله أبنانا مستفدين ونسمعك السؤال مع بعض السؤال بيقول كيف يمكن التمييز بين أنواع عدم التوافق ولدنا عدم التوافق هو سطح تعرية أو سطح انقطاع في طيار الترسيب السطح ده بيبقى فاصل بين مجموعتين من الطبقات والله لو الطبقات العليا الحديثة من سخور رسوبية والسفلة من سخور نارية أو متحولة زي ما شفنا في النوت رقم واحد يبدأ عدم توافق متباين أما لو الطبقات العليا رسوبية وأسفلها رسوبية فيها ميل زي وجود طاية محدبة أو طاية مكعرة أو الاثنين مائلين عكس بعضهمة فيبع عدم توافق زاوي لو الطبقات العليا رسوبية حديثة والسفلة رسوبية أيضا قديمة ولكن هناك عدة طبقات قد أزيلت بفعل عوامل تعرية أو انقطع فيها طيار الترسيب فيكون عدم توافق اسمه انقطاعي وذا بيكون من أصعب أنواع عدم التوافق تحديدا ولكن بيعتمد على وجود الحفير أو اختفاءها في الطبقات لنسدل على عزل نوع من أنواع عدم التوافق النقطة رقم 28 ومع الأستاذ هاب جابر يحدد الجيولوجيا نوع بقايا الكائنات القديمة من خلال درست أي كائن قديم أي حفرية زي الميمو العيد زي سلسية الفصوص زي الطيور القديمة بتحدد من خلال جيولوجيا الأحفير برضو بناء علي أي سؤال زي كده في السؤال رقم 29 يتم تحديد حفرية الأمونيتات أي حفرية المميزة العصر الترياسي خلاص بالشرط بقا نشتغل على كل الباب الأول أي حفرية بتميز أي عصر من خلال دراس علم الحفريات أو الحفرية القديمة تتكون بسبب تعرض الصخور الرملية للرياح طب الصخور الرملية دي صخور رسوبية والرياح عوامل خارجية لأنه كل عامل لفوق سطح الأرض هي عوامل خارجية يبقى صخور رسوبية واتعرض لعابة الخارجية معايا هتديني علامات إني تركيب أواش نشوف مع بعض نقطة رقم 31 بقول ما يتكون بسبب المد والجز وأنا عايز أولادنا إن شاء الله في الباب الخامس رجب ماشية الله هنشوف أن المد والجز أحد العوامل هدامة في البحار ودي بتكون ما يعرف باسم العينات المدرجة أو العتبات المدرجة ومن اسمها عتبات أو عينات يبقى طولها تروح لتدرج الطبقي ودي من العوامل الخارجية بفعل البحار النقطة رقم 32 بقول تتكون بسبب طيارين رياحيين متقابلين يعني أنا عند طيارين هوائيين هيثموا بنعم الصخور أكيد في نقطة برضو هتكون فيها نحت بس نحت متباين فيكون التآكل بمستويات مختلفة فيكون ما يعرف باسم التطبق المتقطع وده أحد أنواع التركيب الجيولوجية الأولية لفعل العوامل الخارجية بعض النقطة 33 بتسألني بقول يتكون اللوب الخارجي للأرض يوجد في حالة حالة منصهرة اللوب الخارجي سائل اللوب الداخلي صلب اللوب الخارجي من معادن الحيد والنيكل واللوب الداخلي من معادن حيد والنيكل أيضا ولكن تحتوي على معادن أخرى ذات كسافة عالية واللوب الداخلي بيكون في صورة صلبة ويكون اللوب مركزي كساف تصل لـ 14 جرام للسنتيمتر مكعب واللوب الخارجي كسافته 10 جرام للسنتيمتر مكعب وكل يوم نصعد الأعلى الكسافة بتقل النقطة رقم 34 والأستاذ إهاب يتقدر أستاذ محمد وضح دلوقتي مقارنة بين اللوب الداخلي والخارجي فاللوب الداخلي صلب واللوب الخارجي منصهر أو سائل المسطحات المائية البحار والمحيطات بتغطي 72% من مساحة الأرض من أهم أنواع التراكيب الجيولوجية الأولية وأكثرها انتشارا هو حطت لي الطياط والفوالق والفواصل وأن لهم تراكيب سانوية مش بقى عندها العلامات النيم لازم أبقى أميز أعدادهم في دماغي إن علامات النيم تدرج الطبق التشقق تدرج التطبق المتقاطع دي كلها تراكيب أولية النقطة رقم 37 بتكمل وإحنا كنا بنأكد مع بعضه المقارنة بين التراكيب الأولية والثانوية بس على نظام سؤال الاختياري بنظام 21 من أهم أنواع التراكيب الجيولوجية الثانوية في الصخور الرسوبية طبعا الطياط أشوف بقى حاجة فيها طياط فوالك فواصل يجيب كلمة فوالك ساتر فوالك دسر فوالك خسفي أي نوع من أنواع المسميات في الطياط والفوالك والفواصل تبقى تراكيب ثانوية تاكتونية يعتبر تطبق المتقطع برضو بنرجعنا تاني للتراكيب الجيولوجية الأولية بنسبت نفسه المعلومة وتطير زي ما عايزة تراكيب الجيولوجية أولية تنشع بفعل عوامل البيئة الخارجية كالرياح والجفاف والطيرات المائية يبقى تطبق المتقطع تراكيب الجيولوجية أولية ثواجد الطياط بصورة أكثر وضوحا في الصخور أكد عن نفسك في الصخور الرسوبية الصخور الرسوبية أكثر وضوحا مع الطياط والفوالك والفواصل لأنها زاد طابع تباقي السورة الرقم 40 يحدد العلاقة الزمانية بين الصخور من الأقدم الأحدث إحنا قلنا مرة بنأكد تاني أن الصخور الرسوبية طبيعية أنها تظهر في صورة الطبقات فوق بعضها البعض الأقدم تحت والأحدث فوق فلو لقيت الطبقات مائلة أو غيره أقدر أجيب العلاقة الزمانية إزاي من خلال الطياط إزاي؟ إن هو قال لي أن الطياط المحدبة المركز هو اللي فيه أقدم الطبقات والطياط المقعرة المركز هو اللي فيه أحدث الطبقات يبقى عن طريق الطياط توجد أقدم الطبقات الثاني بنأكد المعلومة توجد أقدم الطبقات في مركز الطياط المحدبة توجد أحدث الطبقات في مركز الطياط المقعرة يبقى السؤال 41-42 بيفهموني السؤال رقم 4 شفنا طبعا من شواء إن معظم الأسئلة كيف تعالج منطية الطياط زي ما احنا كلمنا مع بعض الجزئية اللي جايها هتعالج منطية الفوالق وبسرعة جديدة الفوالق تركيب ثانوية تكتونية بفعل القوة الداخلية المنبعثة من بطن الأرض الفوالق بيليها ثلاثة عناصر أساسية حائط علو وحائط صفل ومستوى الفوالق الفوالق بتبقى على حسب حركة كتر السخور على الجريبي الصخ والله لو نشأت من قوة الشد وتحركة السخور للحائط العلوي الأسفل يبقى اسمه فوالق عادي لو نشأت من قوة ضغط حركة السخور للحائط العلوي الأعلى يبقى فوالق معكوس والله لو الحركة كانت الرأسية صفر منعدمة والحركة الأفقية يبقى فالك ذات حركة أفقية فالقنا العادي لو فيه نوعين من الفالك العادي بيه في بينه خسفي وبارز لو اتحدوا في الحالة العلوي يبسمه فالك خسفي ولو اتحد الفالق قام في الحالة الصفلي يبسمه فالك بارز ولو فالك معكوس قليل ميل قريب من مستوى الأفقي يبسمه فالك دسر والقتلة المهشامة تسحف على مستوى الطبقات فيسمى زحفي دي كده كانت أنواع الفالك نشوف مع بعض مجموعة الأسئلة كي عليها أسفل يبقى فيه كوة أسماقه ولا شد يبقى نوع الفالك فالك عادي حركة الصخور المهشامة حركة أفقية في نفس المستوى دون إزاحة رأسية يعني الحركة الرأسية منعادة مع صفر يبسمه فالك ذات حركة أفقية أو اسمه الفالك الأفقي يطلق على اتحد فالقين عاديين في صخور الحائط العلوي اتحدوا في الحائط العلوي يبقى اسمه فالك خسفي أو خنضقي ولو كانوا اتحدوا في الحائط الصفلي كان بقى اسمه فالك بارز او سواتر السؤال ستة واربعين تسحف الصخور المهشمة افقيا تقريبا افقيا تقريبا خلي بالي من كلمة تقريبا لا لا الافك بس يبقى فالك افكي انما افكي تقريبا او قليل الميل يبقى دال فالك الدسر او الزحفي ينشأ الفالك المعكوس عكس العادي العادي كان هو شد فبيتحرك الاسفل المعكوس بينشأ من قوة ضغط ونبهنا قبل كده ان الفالك المعكوس لما ميلو يقال لي بيبقى اسمه دسر ولما بيتحرك قرب السطح بيبقى اسمه زحفي ينشأ الفالك الخسفي نتيجة قوة ضغط قوة الشد الفالك الخسفي والفالك البارد نوع من انواع الفالك العادي الفالك الخسفي طيب معلش انا عايزة شو ادي اوريكم كده حاجة على ادية انا عندي ايدي هنا في فالك اهو، فالك اهو يبقى دول فالكين عاديين بيتحدى في الحقاة السفلي ده اسمه بارس فالكين عاديين يبقى قوة شد طيب لو انا عندي الفالكين بيتحدى في الحقاة العلوي يبقى ده خسفي او خندقي العادي البارز اللي هو السواتر الخاسب اللي هو الخندقي يبقى فيه خمس أنواع من الفوالك بينشأوا من كوة شد والدسر الزحفي المعكوس بينشأوا من كوة ضغط نكمل برضو نشوف كي مع بعض وبردو نفكر ولدنا خلاص الفوالك أساسها ثلاث أمام فوالك عادي كوة شد فوالك معكوس كوة ضغط فوالك ذات حركة أفقية الفوالك العادي بيعمل شكلين فوالك خاسب وفوالك بارز ويبقى كده من كوة الشد الفوالك المعكوس بيعمل فوالك دسر أو زحفي هي من كوة الضغط نكمل ونشوف النقطة دانية مع الفواصل نقطة رقم 49 تقول استفاد المصرون القدماء منها لبناء المعابد أي معابد أي مقابر وفقاركم معابد أو مقابر تبقى فواصل استفاد القدماء المصريين من دراسة الفواصل في بناء معابدهم ومقابرهم ومسالتهم الفرعونية أي سؤالة يجلنا كمان شوية معابد مقابر مسالات يبقى تكون الإجابة فواصل يطلق عادة أو يطلق على ظهر الحياة الغير معلومة أو ما قبل الكامبري اسم الكريبتوزوي الحياة غير المعلومة اسمها كريبتوزوي والمعلومة فانيروزوي غير المعلومة كريبتوزوي والمعلومة فانيروزوي الحياة غير المعلومة تسمى ما قبل الكامبري ويباية 4600 مليون سنة حتى 542 مليون سنة مضت الحياة غير المعلومة بتتقسم لسلاس مراحل أركي وبروتوزوي والهاديان أو الأركي والهاديان والبروتوزوي الحياة المعلومة حياة معلومة لوجود بقايا كائنات حية أو أحفير قديمة فتم تقسمها إلى سلاس حقب حقب الحياة القديمة حقب الحياة المتوسطة حقب الحياة الحديثة ويطلق على حقب الحياة القديمة حقب اللافة قريات البحرية والبرمائيات وحقب الحياة المتوسطة حقب الذواحف وحقب الحياة الحديثة حقب الساديات نكمل نقطة رقم 50 يطلق على ظهر الحياة غير المعلومة أو ما قبل الكامبري كريبتوزوي 51 يطلق على ظهر الحياة المعلومة الفانيروزوي السؤال رقم 52 عصر سيادة ثلاثية الفصوص وبداية الحيوانات الهيكلية الكامبارين ظهرت النباتات معارات البذور طب عايزين نشوف تسلسل النباتات في تاريخ الارض كلها الهاديان الاركي البداية كانت في البورتيرو معايا طحول الكامباري مفيش فيه كائنات حية الارضفيشي نبتات خضراء وفطريات عليابس السيلوري نبتات وعائية الديفوني نبتات معارات بذور البرمي نبتات بزرية حقيقية الترياسي والجراسي مفيش نبتات التبشيري انتشار النبتات الزهرية انتشار النبتات الزهرية حجب الحال الحديثة سيادة النبتات الزهرية معلش عايز اميز بين السيادة والانتشار زي الديناسورات الديناسورات انقردت انقردت في حجب الحياة حديثة الديناسورات اختفت في العصر التبشير يعني كانت موجودة بعداد قليلة زي النهاردة يا مستر احمد لو انا عايز اشتري موبايل بزرائر موجود بس قليل فالديناسورات في التبشير اختفت موجودة بس بكميات قليلة قوي انما تماما انقردها في حجب الحياة الحديثة ظهرت النباتات معارضة البزور احنا عملنا تسلسل النباتات كلها في العصر الديفونش انتشرت اول الساديات طب انا نتكلم عن تطور الساديات كلها برد انا عندي الساديات بدأت في الترياسي اللي هي الساديات البداية اللي هو السؤال القدامي اول الساديات في الترياسي بعد كده انتشرت الساديات الصغيرة اللي هي زي كانجارو غيرها اللي عندها كيز بتحط فيه أولادها تمام ده في الجراسي وفي التباشيري الساديات المشيمية اللي عندها مشيمة اللي هي بداية الساديات الحديثة بقى يبقى التطور كان بسيط جدا في حجب الحياة المتوسطة بداية الساديات في الترياسي الساديات الصغيرة في الجراسي الساديات المشيمية في التباشيري وبعد كده انتشرت بقى الساديات وتطورت في حجب الحياة الحديثة النقطة رقم خمسة خمسين ظهرت الثاديات الماشيمية والأسماك العظمية في العصر هبول ظهرت ما قالش بقى انتشرت أو سادت ظهرت في العصر التبشيري وبرده نفكر لدنا كده بحقب الحال القديم ما كان بتقسم لست عصور وهي على الترتيب كامري أرضفيشي سيلوري ديفوني كربوني بيربي حقب الحال المتوسطة ثلاث عصور ترياسي جراسي تبشيري حقب الحال حديثة عصرين صغيرين هما العصر الثالث والرابعين وتم تقسمهم لسبع عزمنا باليو، آيو، أليجو، مايو، بيليو، بليستو، كله هايو باليوسين، آيوسين، أليجوسين، مايوسين، بيليوسين، بليستوسين، وهوليوسين زمن الإنسان الحالي نقطة رقم ستة وخمسين حقب تميز بظهور التحالي بالخضرة لسه سوزهاب جابر بن ثواني جهور التحالي بالخضرة أول ما بدأت بدأت فيه مستر بروتوزوي ظهرت النيمولايت حفريات حقب الحال حديثة يبقى أكيد هو ظهر في حقب الحال الحديثة كان مميز له الحيوانات الرعوية وطبعا سيادة السديات أو سيادة النباتات الزهرية سيادة بقى كل الأنواع الحديثة في الحجبة الحديثة حيوان النيمولايت لفقاري في سؤال سبعة وخمسين ده موجود عندنا بكميات هائلة في مصر اللي كوينة هضبة المؤطم يعني المساهم الأساسي في تكوين هضبة المؤطم هي حفريات النيمولايت لحقب الحال الحديثة من حوالي خمسة وستين مليون سنة السؤال تمانية وخمسين تكون الصخور الرسوبية هي الأحدث من النارية السؤال رقم واحد اللي قلناه السؤال ضعق عرب شوية السؤال رقم واحد ده لازم أبقى أنا عارف في الباب الثالث إن أنا مميز إن دي صخور رسوبية ودي صخور نارية إنما السؤال هنا مباشر لإن إحنا اتفقنا إن وضعية الأسئلة هتمشي بالتدرج هتمشي معاك نقطة نقطة وفي بعض الأسئلة لازم أبقى رابط اللي بابلها بعضها اللي هي الفكرة A-DA الفكرة A في الفكرة B زي السؤال رقم واحد واثنين في الفكرة C بنربو الثالث جزئيات ببعض فإن تكون الصخور الرسوبية هيا الأحدث من النارية في عدم التوافق المتبايد ممكن يحط لي مكان الرسوبية أي صخور رسوب حجر رملي حجر تيني طفل يحط مكان الناري أي صخور ناري جرانيت بازلت اندزايت تسعة وخمسين يحدث نتيجة التعريع ومقطاع الترسيم المستر محمد وضاحة كتير النهاردة اللي هو عدم التوافق أي نوع عدم التوافق بجميع أنواع تعتبر عيون حلوين العين السخنة حمام فرعون الأبار العميقة في الصحراء الغربية أي بير مية ظواهر مصاحبة للفالك أي بير مية بغض النظر عن مسامة مش في الكتاب عندي أنه تعتبر الأبار العميقة في الصحراء الغربية من الظواهر المصاحبة أوتوماتيك للفالك أي بير مية فالك ما تنسوش المعلومة ديه وليه فضل اسمح النقطة رقم واحد وستين بنأكد بلو تانو العين السخنة وحمام فرعون وعين حلوان كلها مناطق فوالك حصل كسر في الصخور صاحب الكسر الزاحة فخرجت المياه الجوفية من بطن الأرض خط عليهم بقى بير زمزم أي مجموعة أبار موجودة في الأرض هو بيقول له التركيب الجوجي في العين السخنة أقوله فوالك ومن دقيقة واحدة كنا بنتكلم على الفواصل نستغلها المسلومة القدماء في بناء المعابد والمسلات الفرعونية ومقابرهم يعني بالتاني وطرقم باتنين وستين مجاوبة نفسها مسلة المطرية تبقى فواصل طب معبد أبو سنبل أقوله فواصل طب قال لي مقبرة طعنخ أمون أقوله فواصل قال لي معبد الكارنك أقوله فواصل يبقى يذكر كلمة معبد كلمة مقبرة كلمة مسلة على طول توجه للفواصل تاني نفس الكلام بتاع مستر محمد التركيب الجيولوجي في معبد في مقبرة 64-65 يبقى التركيب الجيولوجي في معبد البطراء ايه معبد البطراء التاريخية مش عندنا هي في الأردن ودي من العلامات المميزة هناك جدا فواصل التركيب الجيولوجي في مقبرة طعنخ أمون مقبرة يبقى ايه فواصل بقى كل مما يلي يدل على الفالق قليل الميل معايا ما عدا السواتر لأن قليل الميل دا سر أوزع فيه وهو أصبه فالق معكوس وطبعا بينشأ من قوة دا رجعنا تاني برضو الجزء تا العصور الجيولوجية وشافين والله السؤال واضح جدا 67 أشجار حرشوفية صراخص كونة فحم فحم سمي العصر الكربوني بهذا الاسم لأنه عصر تكون طبقات الفحم يبقى طبيعي وجود الفحم وجود الفحم يبقى في العصر الكربوني هو بيقولي العبارة هو بيقولي في العصر الديفوني يقولي لا 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 مش في العصر الديفوني دا في العصر الكربوني دي كان مكتب سيق سؤال ما صوب ما تحته خط أو ما شابه ذلك ولكن بقى السؤال اختياري يبقى احنا أول ما نشوف كلمة فحم نجري بسرعة ونكتب العصر الكربوني هيأكد لي على المعلومة إن شاء الله في الباب الرابع في مقدمته ويقول تكونت طبقات الفحم في العصر الكربوني نتيجة للزهار للغطاء النباتي كده هنتنقل الباب التاني واسمه باب المعادن وأول نقطة بتقابل النقطة رقم 68 بول خواص تعتمد على تفاعل المعدن مع الضوء معدن بيتفاعل مع الضوء ساقط عليه يبقى أكيد هي خواص بصرية فكارك تاني خواص نوعين بصرية والتماسكية البصرية تعتمد على تفاعل المعدن مع الضوء زي الشفافية والبريق والمغدش واللون وعرض الألوان خواص تماسكية تعتمد على قوة تراب والزرات عناصر المعدن مع بعضها وهي الصلادة والانفصام والمكسر والقابلية للطرق والسحب نقطة رقم 69 بول يتعرف الجيولوجي على المعدن مبدئيا ويتم التأكيد من خلال أكيد دراسة معملية تحليلية معقدة ودي مقدمة التعرف على الخواص خدرة المعدن على عكس الضوء البريق وطبعا لازم نبقى مميزين الخواص البصرية البريق اللون الشفافية عرض الألوان المغدش لازم أميز أهم الخواص البصرية المغدش لأنه لونه لا يتغير بتغير نوعه كمية الشوائب وأعرف أن اللون صفة أقل الصفات أهمية لأنه لون المعدن ممكن المعدن واحد يبقى ألوانه كتير زي كوارتز مثلا بس يبقى مغدش لونه واحد اللوها الأقل ولازم برضو مميز الخواصة الماسوكية عشان كلمة ما عادة خواصة الماسوكية صلاة انفصام مكسر ترك وسحب السؤال 71 طول موجات الضوء المنعكسة من المعدن اللون وقلنا أن اللون صفة قليلة الأهمية رغم أنها صفة شديدة الوضوح أوضح صفة لأن لون المعدن الواحد بيتغير تغير لون المعدن مع حركة أمام العين الخاصية اسمها عرض الألوان أو تلعب الألوان ودي بيتميز معدنين زي الماس الماس لما بيتحرق قدام الضوء بيعطي بريك لاف لزة علي وبيكسر الضوء بيدي لونين أحمر بنفسجي والقبال بيتميز بخاصية اللعلى أو عين الهر فيتموج بريك المعدن بالنظر لسجل اليافي قلنا عليها زي السيدي بتاع الكمبيوتر لما بص عليها أو الاستيكر بيديني الوظيف شبه بالقبال بالضبط النقطة رقم 73 بتكمل مع الخواص البصرية بتقول قدرة المعدن على إنفاذ الضوء من خلاله القدرة المعدن على إنفاذ الضوء هي خاصية معروفة هي الخاصية الشفافية ودي من الخواص البصرية بتعتمد على تفاعل المعدن مع الضوء وتتقسم ثلاث أنواع شفاف أو نصف شفاف أو معتم الخاصية سؤال رقم 74 وبيكمل الخواص بقول لون مسحوق المعدن الناتج عن حق المعدن فوق قطعة خذفية غير مسكولة اللون المسحوق بيكون ثابت ودي الخاصية يوضحها من شوية اسمها المغدش ودي من أفضل الخواص البصرية في المعادن عشان المغدش لونه ثابت حتى في المعادن زي الألوان المتغيرة يبس ثابت نفسك المغدش هو لون مسحوق المعدن لونه دايما ثابت حتى في المعادن زي الألوان المتغيرة زي الكوارتز مستر هاب بيقول متعدد الألوان بس مغدشه لونه أبيض كذلك البايرايت مغدشه لونه اسود رغم لونه الواضح زهبي وأكيد هو لونه الزهبي الخارجي ما يدلش على لونه الأصلي اللي هو الأسود وكذلك الهيمة طايت حتى لو تغيرت ألوانه لونه الأصلي أحمر هاي نقطة رقم 75 بتأكد على المغدش البايرايت يتميز بمغدشه الأسود رغم أن لونه الخارجي بيكون ذهبي تمام لسه مستر محمد ما جاء ب 76 برضو البايرايت لونه ذهبي إنما الأسود ده المغدش بتاعه الكوارتز يتميز بمغدشه الأضلط طب لو شال الكوارتز حطيلي الإيميسست البلور الصخري معايا الكوارتز الأصفر مش موجود عندنا بس أي كوارتز بأي لون مغدشه أبيض ودي ميزة المغدش إنه وصفة شديدة الأهمية الهيمة طايت الأحمر الهيمة طايت لونين أحمر أو رمادي غامل مغدشه لونه أحمر أكيد تاني برضو الرقم نوت رقم 79 بتأكد على مغدش الهيمة طايت الهيمة طايت أحد المعادن القابلة للمغنطة يعني معدن بيخش في صناعة المغنطيس هيمة طايت مغنطايت ليمونايت معادن مغنطيسية بتدوم مجموعة الأكاسيد أكاسيد الحديد كلها على بعضها فهو برضو معدن لون مغدشه أحمر سابت يفرق ويكسر الأشعة الضوئية الأحمر بنفسيجي من ديئة واحدة كان مسترهاب بيتكلم على الماس وانقصار الضوء من خلاله لأن الأحمر بنفسيجي بيتكلم على معدن الأبل لخاصية أو عرض الألوان أكدوا ثبتوا نفسكم في الخواص خواص التماسكية والخواص البصري ثبت نفسك المعلومة ما بتتغيرش المعلومة ثبتة ولكن ممكن يغير الصياغة في الأسئلة بقول رقم 81 له بريك لاف لزي عالي في جميع الاتجاهات وبرضو نفس السؤال كان معدن الماس له بريك لاف لزي عالي وكان بيفرق الأشعة أو يعمل على انقصار الأشعة الحمراء والفوبة نفسيجية فكان بيظهر بلون أحمر أو لون بنفسيجي 82 يتماز بخاصية اللقلقة ممكن يشيل كلمة اللقلقة وحط لي عين الهر حيث يتموك بريكو بالنظر لسجل أليافي ده الأوبال طب لو قال الأوبال يتميز بخاصية هقول له العلاقة وعين الهر ما خدش عرض الألوان لأنه فيه اتنين عرض ألوان الماس الماس والأوبال معدن مركب من كربونات نحاس مائية أول باب التاني ما أتكلم قال للإنسان القديم استخدم معدن ملاقيت جيه قدام شوية قال لي معدن ملاقيت تركيبه كربونات نحاس مائية ولونه أخضر وجيه في الصلاة وقال لي أن الملاقيت صلاته أكبر من سبعة ونص ليه أي حجر كريم يا ولاد صلاته لازم تكون أكبر من إيه من سبعة ونص يعني لو وداني حجر ما خدنوهش قبل كده قال لي العاقيق اليماني الكريم صلاته كام خلاص أي حجر كريم يبقى أوتوماتيك أكبر من كام من سبعة ونص وفيه سؤال هنجيبه لكم قدام شوية إن إزاي أميز كربونات النحاس من كابريتات الكالسيوم من حيث صلاة كربونات النحاس أكبر من سبعة ونص وكابريتات الكالسيوم المائية اللي هي جبس صلاته ثلاثة معدن عنصري لونه أصفر طبعا هيبقى الكابريت برضو نفكرك تاني بخاصية اللون في معادل لونها ثابت الكابريت أصفر والمالكاية أخضر في معادل لونها متغير تابعا للشوائب أو التركيب الكيميائي أو عنصر محل عنصر زي معدن الكوارتز أو معدن السيفادرايت السيفادرايت كان كابريتات الزنك لونه أصفر شفاف يتحول للبني لما تحل زرات الحديد محل زرات الزنك شوف كده نقطة رقم 85 الكوارتز عند وجود شوائب من أكاسين الحديد بيتغير لونه من اللون الأبيض الشفاف إلى اللون المنفسجي اللي مسترهاب سماه أمشست النقطة رقم 86 الكوارتز عند وجود شوائب من المانجانيز يتغير لونه برضو من الأبيض الشفاف إلى اللون الوردي الكوارتز عند وجود شوائب من فقعات غازية هو لونه كان أبيض شفاف هيبقى أبيض بس الأبيض الكريمي أو اسنا احنا بنسميه اللون اللبني وهنا أي كوارتز بنأكد المرأة المليون أي كوارتز ما أخداشه لونه أبيض أي كوارتز سواء كوارتز وردي بنفسجي أبيض أي نوع من نوع الكوارتز عند الخدش يعطي لون أبيض أي هيمطايت عند الخدش يعطي لون أحمر أي بيرايت عند الخدش يعطي لون أسود الكوارتز عند كتسر رابطه أو تعرضه لطاقة إشعائية هو أنا جاب لي الاتنين لأن الطاقة الإشعائية بتكسر الروابط في سانيوكسيد السيليكون ويبقى لونه مدخن أو رماضي برضو كوارتز زي ما مستر محمد قال أبيض مدخن بنفسجي بلور صخري ناقي شفاف عديم اللون كل الكوارتز ما أخداشه أبيض الكوارتز الناقي الشفاف عديم اللون يسمى البلور الصخري يتكون النظام البلوري لمعدن المعدن الوحيد اللي عليا كمثال لنظام بلوري هو معدن الهالايت لأنه بيكون من اتحاد أيونات الصوديوم المجابة مع الكولور السالبة في نظام هندسي اللي هو بيديره شكل المكعد النوت رقم 91 ودي بتفكرنا بمقياس موهس للصلادة أو موهل الصلادة في ترتيب المعادن احنا كنا بنرتب المعادن من 1 إلى 10 ترتيبا صحيحا هو جايب لمعدنين فولوريت وأباطايت طب الفولوريت صلاته كام تلك جيب سكالسايت فولوريت يبقى فولوريت أربعة بالأباطايت خمسة يبقى أكيد خمسة هيخدش أربعة يبقى الأباطايت خمسة يخدش الفولوريت رقم أربعة طب لو جاب الماس مع أي معدن يخدش أي معدن فكنا بنقول ده ما لناس الماس أصلة دي المعادن يخدش كل المعادن ولا يخدش لذا كان مثلا فيه صناعات تقطيع المعادن زي صناعات تقطيع مثلا السيراميك أو صناعات تقطيع الزجاج وهكذا النوت رقم 92 عند كسر الجالينة أو الضغط عليها كسر الجالينة كسر وضغطنا عليها فعندنا لها انفصام مكعبي كنا بنوب برضه في انفصام في اتجاه واحد جيد نتجاه للضغط عليه كان معدن المايقة صفائحي جيد ومعدن الجرافيت قاعدي جيد في انفصام في اكثر من اتجاه الهالاية مكعبي ومع الجالينة والقلصية معينة النوت رقم 93 عند دوران الشكل المكعب عند محور التماسل يتكرر ظهور الوجه الواحد هو شكل مكعبي يبقى هو عنده أوه كام أربعة فالأربعة هيقرروا هيدوروا حوالي المحور هتتكرر المحاور هتدور الأوجه الأحروف الأركان كله هيلف حوالي محور التماسل فارب المحور التماسل ومستوى التماسل مستوى التماسل بيقسمي البلورة إلى نصفين متماثلين تماما عامي زي المستوى المحوري في الطي مستوى التماسل يقسمي البلورة إلى نصفين متماسلين تماما أما محور التماسل تدور حول الحروف والأوجه والأركان وتتكرر بعد ذا زي ما مستوى محمد قال بس أنا عايز وأنا بذكر ألعب وأنا بذكر يعني أتخيل الحاجة واجبها المكعب الظهرة بتاعة اللعب أو المكعب بتاعة أخوي الصغير اللي بيعمل بي أشكال هندسية وقف قدامي الشكل وابتدى لفه هيقرر عندي الواجهة أربع مرات طب الرباعي شبه العلبة الكرتون بتاعة الدواء الكحة هلفه قدامي هيقرر أربع مرات برضو عند داران رباعي أنا مش عايز السؤال أحيله سؤال مصمت عايز أبقى فهمه طب بيقول لي المعين القائم أنا ما عنديش معين القائم أهو قدامي دلوقتي بقى فيه معين القائم هنستعمل الكتاب معين القائم ده عبارة عن هنشتغل على الكتاب بتاعي محور التاني التالت مختلفة في الطول بس كلها متعمدة طب الواجهة يقرر كم مرة نشوف ده أخوها يقرر كم مرة اتنين نشوف ده هيقرر كم مرة اتنين يبقى دوران المعين القائم بيتقرر الواجه مرة تاني تمام عايز أبقى متخيلها السؤال ده لما يديلي مش في الكتاب وسهل جدا بس سهل جدا أما أنا بقى متخيله عشان يبقى حاجة في تماري السوداسي عمل زي خليط النحل بس كبيرة أو صغيرة فلما تلفه قدامي الواجهة يقرر ست مرات النقطة رقم سبعة وتسعين وبيرجع للمجموعات بنفكر لدنا بالمجموعات احنا عندنا بالزبط المجموعات الأساسية أقصر المجموعات شيوعا هي مجموعة السيليكات يليها من حيث الوفرة الكاربونات ثم مجموعات الأكاسيد ثم الكابريتيد ثم الكابريتات ثم عناصر منفردة مجموعة السيليكات دي اللي بيشتغل بها السخول النارية زي الأوليفين والبيروكسيد والأمفبول والفلسبار والميكا والكورتز ومعه معدن اسمه الصوان المجموعة الثانية مجموعة الكاربونات زي كاربونات الكالسيوم ده معدن الكالسايت أو كاربونات النحاس المائية زي المالكايت أو أي مجموعة كاربونات المجموعة الثالثة مجموعة الأكاسيد مجموعة الهيماطايت والمجناطايت والليمونايت اللي يبقى فيه صناعة المغناطيس مجموعة الثالثة هي مجموعة الكابريتات زي الجبس كده كابريتات كالسيوم مائية او الانهايدرايت كابريتات كالسيوم لمائية المجموعة الوراها هي مجموعة الكابريتيد زي الجالينة كابريتيد الرصاص والسيفالرايت كابريتيد الزنك ودول كلهم في المنهج مع حضرتك نوتا رقم سبعة وتسعين بتفكر نهو معدن الكوارز ينتمي لفصيلة السيليكات معدن الأمشست ينتمي لفصيلة برضو أمشست ده هو هو الكوارز يبقى الكوارز هو هو نفس المعدن يبقى مجموعة السيليكات نقطة رقم تسع وتسعين وتقريبا دي الأخيرة معنا في النقاط الاختيارات معدن المالكايت ينتمي لفصيلة الكاربونات المالكايت كاربونات نحياة اسمائية كذلك معدن الكالسيت هو كاربونات الكالسيوم النقطة اللي وراءة فضل وسلاب جابر هيوضحينا مخطط عن معدن الكوارز بيشمل جميع النقاط الخاصة بمعدن الكوارز الأساسية في الباب بتاعنا أو في المنقل بتاعنا لهمون رعينا إن شاء الله رب أعامين لأنه من أقصر المعادن طبعا استقداما وشيوعا وشهرة بالنسبة لي الكوارتز هنبتدي نشتغل ناحية اليسار رقم واحد انفصامه يعني إحنا جمعنا الكوارتز كله هنشوف بقى بنتكلم عنه انفصامه لا ينفصم أكيد لا ينفصم يبقى ما فيش فيه ها مستوى ايه ضعيف أو كسر أما يتعرض لحرارة عالية هناخدها في التحول كوارتزايب معلش أنا جاب حاجات في الباب الثالث والرابع والخامس تمام عشان نلفت النظر لها التجوية الكيميائية لا يتأثر بالتجوية أما بفيه شوائب من المنجنيز رقم 4 بقى لونه وردي يتعرض لطاقة إشاعية بقى مدخن أو رماضي مكسره محال لما يبقى فيه شوائب 14 لما يبقى فيه شوائب من أكاسيد الحديد يبقى بنفسيجي أو الاميسست أما يبقى ناقي أو شفاف سبعة يبقى البلور الصخري لما بيتحجر يبقى حاجر رمل الكوارتز رمل أو الرمل أغلبه كوارتز أما يحتوي على شوائب من فوق قاعات غازية يبقى لونه أبيض ظروف تكوينه آخر ما يتبلر من الصهير يبقى في حرمه وخفضة تركيبه كيميائي ساني أكسيد السيليكون صلاته ده سؤال رقم 12 صلاته سبعة اللي بينكو سين كسره متقررة تاني أو دي طاقة إشاعية يبقى كسر رابط بين عناصره بسال طاقة إشاعية يبقى لونه مدخن أو رمضي نتمنى أن احنا نكون أفدناكم في الحلقة دي وتدرج الأسئلة لازم لأن الامتحان يحتوي على أسئلة عادية أسئلة مستوى A B C مفيش أسئلة بره بره المنهج بتاع أسئلة كلها في المنهج بس مرتبطة من بواب تانية فلازم إحنا للبواب كلها نبقى مجمعينها وربنا يوفقكم يا رب أحسنت مستر محمد لو عندك أي رسالة سريعة برضو لدنا في آخر الباب التاني المعادن في عندنا خواص مساعدة لازم نخلي بالنا منها زي الوزن النوعي زي الخواص المناطسية زي خواص المزاق زي خواص عديدة زي خواص حرارية فنرجو الاهتمام بالمنهج كملا إحنا بس شايفين إن إحنا في أسئلتنا عايزين نكون مركزين يعني مثلا سؤال فواصل معابد مقابر مسلات يجيب أي اسم أي مسمى مقبرة أي مقبرة مقبرة مثلا رمزيز التاني مقبرة كذا أي مقبرة هتسمى بمسمى فأنت مش مرتب بمنهج محدد يعني أنت مرتب بمسمى كذلك العل السخنة حمام فرعون فوالك فهو رجل إيه قال لك مثلا بئر زمزم في المملكة العربية السعودية لو عد من الأنواع أقوله والله كل الأبار فوالك فتقول بقى بئر زمزم بئر كذا أي حاجة تعجبك إحنا عايزين نكون عندنا في فكر ما يكونش فيه معلومة صمتة فيه معلومة متحورة ومنتقلة من مثل مكان وآخر زي ما شفنا كده مثلا المعابد اللي موجودة في الأردن بالشرط أي معبر أي معبر ده يذكر اسمه خلاص هو أنواع من أنواع الفواصل فعيدنا لدينا يكون عنده تسعف الأفق ومداركه كده يكون واسعة وربنا يوفاكم إن شاء الله تبع سنة سعيدة وإن شاء الله انت حاجة يعني مطبقة للمواصفات في المنج بتاعنا تميتنا لجميع بالتوفيق والنجاح إن شاء الله شاركتنا مستر محمد شاركتنا مستر إهاب نتمنى يكون كل طلابنا استفادهم للحلقة إذا ما إحنا استفادنا كما مع عسلتنا للفاضل وتميتنا طلبها بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا العزاء شكرا لكم جميعا أعزائي طلبات وطالبات السنوية العامة يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في تسع مواد دراسية في كتاب واحد وهي التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع الفلسفة والمنطق اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في عشر مواد دراسية في كتاب واحد في كتاب واحد وهي الفيزياء الفيزياء الكيمياء الأحياء الجولوجيا الرياضيات اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296 تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء